موسيقى 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 مزدون ليهم الامبام اليمن شباب اهلا بكم قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان 83 مواطن استشهدوا و125 اخرين اصيبوا في ال24 ساعة الماضية وذلك جراء قصف الاحتلال الصهيوني في حربه المستمرة لليوم الرابع وثلاثين بعد المئة على التوالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28858 شهيدا و 6867 مصابا منذ السابع من اكتوبر الماضي هذا وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم السبت حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة بالذفة الغربية والقدس المحتلة اعتقلت شابا ومواطنا وعددا من العمال وعلى صعيد متصل نقلت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسيرين قوات الاحتلال الاسرائيلية اعتقلت نحو 760 مواطنا من الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي محليا تواصل ميليشي الحوث الارهابية منع عودة المئات من العالقين في سودان من العودة الى البلاد وكانت الميليشيا قد منعت طائرة تقل 150 من العالقين من الهبوط في مطر المخى قبل قرابة الشهر وقال العالقون في مناشدتهم انهم يعيشون معاناة وظلما بعد ان حرمتهم الميليشيا من حق العودة دعت منظمة العفو الدولية اليوم السابتم لشرحوث المدعومة من ايران الى سرعة الافراج عن القاضي عبدالوهاب قطران المختطف في سجونها منذ مطلع يناير الماضي وقالت المنظمة في بيان انه تم اعتقال القاضي عبدالوهاب محمد قطران وهو من اشد منتقدي سياسات الحوثيين وانتهاكات حقوق الانسان تعسفيا من قبل قوة الامن والمخابرات التابعة لحوثيين الذين اقتحموا منزله في صنعاء في الثاني من يناير الماضي وهددوه وافرد اسرته واستجوابوه لساعة طويلة دون حضور محمد شهدت مدينة تعز اليوم السابت مراسم تشيع رسمية وشعبية لجثمان الشهيد عبدالله عبدالحافظ الفقيه احد منتسبي اللواء 145 مشاه واشهد المشيعون بمناقب الشهيد وتفانيه في المشاركة في القتال ضد مليش الحوث الإرهابية رغم منشغاله بالتحصيل العلمي حيث يتلقى تعليمه في جامعة تحس إذن هذا ما لدينا حتى الساعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر